مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الثانية متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السابع الدرس الثامن عنوان الدرس الصحاري المتحركة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجو الفيسبوك كريستاط طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس يونت 7 لسن 8 اليونت السابع الدرس الثامن عنوان الدرس الصحاري المتحركة بالبداية شي يقول لي يقول لي read the newspaper article اقرأ المقال في الجريدة والمجلة and answer the questions واجبع للأسئلة التالية شوف بعد ما تقرأ المقال اللي رح نقرأ بعد دقائق إن شاء الله من المفترض أن نجاو على هذه الأسئلة فحاول أن تركز لما نقعني أقرأ المقطع النصي على ما تقدر تستخلص المعلومات المطلوبة من عندي أن يستخلصها اللي هي كالتالي أولا شي يقول لي يقول لي what are the main causes of the moving desserts ما هو أو ما هي الأسباب الرئيسية للصحار المتحركة التي تسبب الصحار المتحركة what is the good news وما هي الأخبار الجيدة وراه يقول لي كذلك أنا منطيك مجموعة من الأسئلة حاول هم لنجاوبني عنها what do you think will happen if people don't do anything ما الذي باعتقادك سوف يحدث إذا لم يفعل الناس أي شيء what happens to the wild dive when the desert moves ما الذي سوف يحدث للحيوانات البرية عندما تتحرك الصحاري think of more green belt projects what else would help فكر في أكثر من الحزام الأخضر أو مشاريع الحزام الأخضر ما الأشياء الأخرى التي ممكن أن تساعد في محاربة الصحار المتحركة طبعا الصحار المتحركة هنا أنا يقصد بيها ظاهرة التصحر شين يعني ظاهرة التصحر ظاهرة التصحر هو أنه بعض الأراضي الزراعية بسبب قلة المياه قلة الأمطار تتحول من أراضي خصبة أراضي صالحة للزراعة إلى أراضي صحراوية غير قابلة للزراعة أو أراضي غير خصبة بعد ما ينبت بيها أو أراضي ميتة ما ينبت بيها النبات إذن رح نقرأ النص نوضح مفرداته ونرجع نجاوب على هذه الأسئلة بعد ما نقرأ النص فش يقول لي بالنص يقول لي the moving desert الصحار المتحركة أو ظاهرة التصحر the moving desert is a danger from which many countries around the world suffer انتبهوا ياه وحاول الترجموا ياه الكلمات المهمة الصحار المتحركة أو ظاهرة التصحر هو خطر danger معناها خطر from which many countries around the world suffer suffer معناها تعاني هو أبار عن خطر تعاني منه معظم البلدان حول العالم it is caused by social political economic or natural factors انتبهوا لنا طلاب يتسبب به العديد من العوامل factors معناها عوامل natural عوامل طبيعية economic اقتصادية political سياسية إذن هناك عوامل سياسية واقتصادية وطبيعية تسبب هذه ظاهرة التصحر it harms both the environment and the people harms معناها تؤذي تؤذي كلا كلا شنو ال environment البيئة and the people والناس إذن الناس والبيئة تتأذى من ظاهرة التصحر who live there الناس اللي تسكن في هذه المناطق it damages all the aspects of life إنها تدمر كل مفاهيم الحياة aspects مفاهيم مفاهيم الحياة and is challenged to many in Iraq وهي تحدي للعديد في العراق thousands of donams كلمة donam هذه كلمة مهمة نستخدمها باللغة العربية ال donam هي وحدة قياس المساحة عبارة عن 2500 متر مربع نسميه donam thousands of donams الآلاف الدوانم in Iraq في العراق are lost every year تضيع كل سنة as a result of the moving desert هذه الآلاف الدوانم الزراعية تختفي أو تتحول إلى صحاري متحركة أو تتأثر بظاهرة التصحر this causes many problems وهذا يسبب الكثير من المشاكل to the environment للبيئة the economy للإقتصاد and society والمجتمع moving sand dunes are one of these problems الكثبان الرملية المتحركة واحدة من هذه المشاكل sand storms العواصف الرملية low rainfall قلة سقوط الأمطار tree cutting قطع الأشجار and burning oil wells وحرق آبار النفط have all made many parts of Iraq dry zone هذن الأسباب أو هذن العوامل أدت إلى أن تكون أو جعلت العديد من أجزاء العراق مناطق جافة zone معناها منطقة أو مساحة الطلاب قبل شويسي عني يقول لي شن من الأسباب اللي أدت إلى ظاهرة التصحر أسه بيوضح لي sand storms العواصف الرملية low rainfall قلة تساقط الأمطار tree cutting قطع الأشجار burning oil wells حرق آبار النفط كل ذنة الأسباب أدت إلى جعل هذه الأراضي صحراوية many fertile areas have disappeared العديد من المناطق الخصبة اختفت the desert is moving and expanding الصحاري تتحرك وتتوسع expanding ما نتتوسع this is happening in الأنبار هذا يحدث في مدينة الأنبار west of كربلا غرب كربلا west مثنى غرب المثنى west ناصرية غرب الناصرية and west بصرة وغرب البصرة إذن المناطق الغربية كلها تعاني منها ظاهرة التصحر one way to stop the moving desert طريقة واحدة لإيقاف الصحاري المتحركة أو تحرك الصحاري in Iraq في العراق is to start a green belt هو أن يتم إنشاء حزام أخضر تعرفون فكرة الحزام الأخضر عبارة عن أشجار عالية تزرع على حدود هذه المناطق الصحراوية على متساهم في إرجاع الأراضي الصحراوية إلى أراضي خصبة there are two projects already هناك بالفعل الآن بدأت الجهود أنه بالفعل أصبح هناك مشروعين حزام أخضر in west الأنبار في غرب الأنبار and west كربلا وغرب كربلا the marshes in the south were drained in 1990 يقول لك الأغوار في الجنوب تم تجفيفها في عام 1990 أو في التسعينيات and very few plants survived ونباتات قليلة نجت من بسبب هذا التجفيف the wet plants turned into dust الأراضي الرطبة تحولت إلى رمال أو إلى تربة جافة which moves when it is blown by the wind تحولت إلى تربة جافة ميتة تطير مع الرياح a moving dessert التي نسميها الصحاري متحركة أو تحرك الصحاري today the marshlands tell a different story أما اليوم فالأراضي الأهوار قصتها مختلفة and the picture is improving والصورة تتحسن fresh water now flows into some of the dry areas المياه الحية تتدفق إلى بعض المناطق الجافة and as a result وكنتيجة لذلك the wildlife is beginning to return الحياة البرية بدأت بالعودة much of the land is now covered with water ومعظم الأراضي الآن مغطات بالمياه as it was many years ago كما كانت قبل عدة سنوات هنا أنا منطيني تعريف الدونم هذا التعريف جداً مهم a donam is a unit of land هي وحدة من الأرض area أو وحدة من مساحة الأرض equivalent to 2500 متر مربع هذا ما يخص القطعة طبعاً قبل ما أنتقل للأسئلة المتعلقة بالقطعة كبداية الدرس هذه القطعة قطعة مطلوبة بالامتحان التحريري مهمة جداً 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 وممكن أن تجيني سؤال منعدها أو سؤالياً بالامتحان الشهري أو بامتحان أخير السنة بعد ما قرأنا القطعة ووضحنا مفرداتها نرجع نحل الأسئلة المتعلقة بها اللي أخذناها بداية الدرس هذه الأسئلة يسألها الأستاذ الداخلي الصف كتحضير يومي وكذلك نفسية هن رح يسأني بيهن كتاب النشاط تجيني بالامتحان التحريري فمن هنا نقطة الأولى يقول لي What are the main causes of the moving desert ما هي أهم الأسباب لتحرك الصحاري أو الصحاري المتحركة أو ظاهرة التصحر ذكرنا أنه بالقطعة أنه من واحدة من الأسباب اللي هي العواصف الرملية قلة سقوط الأمطار قطع الأشجار أو تجريف الأشجار Burning oil wells حر أبار النفط السؤال الثاني What is the good news زين شون الأخبار الجيدة بعد ما قرأنا هذا المقطع النصي قلنا أنه بعد ما قرأنا المقطع النصي عرفنا أنه بعض الأراضي الأهوار عادت لها الحياة وعادت المياه تتدفق بها The water is beginning to flow back into the marshes المياه عادت للأهوار أو بدأت التدفق إلى الأهوار And wildlife is returning والحياة البرية أو الحيوانات بدأت بالعودة وراه يقول لي What do you think will happen if people don't do anything زين شين رأيك أنت برأيك كطالب ما الذي سوف يحدث إذا لم يفعل الناس أي شيء حيال هذا الموضوع هنا إذا الناس لم يفعل أي شيء Most of the fertile land will become dry معظم الأراضي الخصبة سوف تتحول إلى أراضي جافة What happens to the wildlife when the desert moves ما الذي يحدث للحيوانات البرية عندما تتحرك الصحاري قلنا أن الحيوانات البرية تتأثر لأنها تحتاج إلى أراضي رطبة أراضي بها مياه فإذا راحت هذه المياه It disappears تختفي هذه الحيوانات تختفي Think of more green pelt projects What else would help يقول لك فكر في حلول أخرى غير هذا الحزام الأخضر ممكن تساعد في حل هذه المشكلة واحدة من الحلول المقترحة هي To make industrial clouds عمل الغيوم الصناعية بعض الدول الخليج الآن بدأت بسبب التصحر بدأت تسوي غيوم صناعية هذه الغيوم الصناعية تمطر وبالتالي تساعد على عودة المياه إلى هذه الأراضي الصحراوية هذه الأسئلة يسألها الأستاذ بداخل الصف كتحضير يومي أما الأسئلة المهمة اللي ممكن تجيني بالامتحان هي كالتالي بتمرير رقم 2 يقول لي now write short answers to the questions الآن اكتب إجابات قصيرة لهذه الأسئلة list three places in Iraq which are affected by the moving desert الطينة ثلاثة أماكن بالعراق متأثرة بظاهرة التصحر قلنا العنبار غرب كربلا غرب المثنى إلى آخره وأقول للعنبار وست كربلا وستوب المثنى إلى آخره what happens to the land when the desert moves ما الذي يحدث للأرض عندما تتحرك الصحاري أو عندما يصيبها التصحر شن اللي يصير تصير أرض جافة it becomes dry جافة less fertile أقل خصوبة نبدأ نقول عنها ميتة what is the best way to stop desert moving ما هي أفضل طريقة لإيقاف التصحر أو تحرك الصحاري قلنا أن نسوي green belt حزام أخضر to make green belt when were the marshes drained متى تم تجفيف الأهوار ذكرنا بالقطعة أنه تم تجفيف الأهوار في التسعينيات القرن الماضي فأقول في عام 1990 أو في التسعينيات are the marshes still dry today هل لا زالت الأهوار جافة لليوم قلنا أنه الخبر الجيد أنه بدأت المياه تتدفق إلى هذه الأهوار وعادت فيها الحياة فأقول له no هذا ما يخص تمرين الرقم 2 هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري حاولوا تكتبون هذه الحلول بكتاب النشاط لأنها أسئلة متعلقة بالقطعة وهذه القطعة مطلوبة بالامتحان التحريري وكذلك مهمة بالامتحان أخير السنة ننتقل إلى تمريل الرقم 1 طبعا نحلنا تمريل الرقم 2 لأنه متعلق بالقطعة أما تمريل الرقم 1 يقول لي find the words in the article in your student's book that mean the same as the definitions شو ما أنا يقول لك؟ انطيني الكلمات التي تعطي نفس المعاني أو نفس التعريف هذا يعني منطيني تعريف ويقول لك هذا التعريف تابع لي كلمة من الكلمات التي أخذتها بالقطعة يعني على سبمثال an area of land قطعة من الأرض where nothing grows حيث لا ينمو فيها شيء هاي القطعة من الأرض اللي ما ينمو بها شيء شو نسميها؟ نسميها desert صحراء animals and plants الحيوانات والنباتات شو نسميهم؟ نسميهم wild life ال wild life هي مختصر الحيوانات أو الكائنات الحية اللي تعيش في مكان معين the place where plants and animals live المكان الذي تعيش فيه الحيوانات والنباتات شو نسمي؟ نسمي البيئة البيئة شنو؟ environment البيئة to have water removed هو أن نقطع الماء لما أنا أقطع الماء عن شيء معين شو نسمي؟ نسمي drained تجفيف أو يجفف a difficult situation حالة صعبة الحالة الصعبة شو نسميها؟ بالقطعة أخذنا كلمة متعلقة بهذا الكلام كلمة challenge تحدي أنا لما أمر بحالة صعبة أنا أمام تحدي أمام هذه الحالة الصعبة able to support plants and crops أن تكون قادرا على أن تدعم النباتات والمحاصيل هذا الشيء اللي قادر على دعم المحاصيل والنباتات شو نسمي؟ نسمي fertile fertile مناها خصب an organized group of people مجموعة منظمة من الناس شو نسميهم؟ نسميهم مجتمع society an area of land قطعة من الأرض شو نسميها؟ نسميها دونم دونم هي عبارة عن قطعة من الأرض حوالي 2500 متر مربع هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري من الممكن أن يجيني أما على شكل إسقاطات أو على شكل إملاء فلازم تحفظ ذني كلمات اللي حلناها اللي باللون الأحمر ذني هذا اللي يجب حفظهن إملاء ومعنى لأن ممكن أن الأستاذ يجب على شكل إسقاطات يضطيك الكلمات بعد التمرين وسقطنا مع متعارف مناسبة أو من الممكن أن يجب لي فقط الجملة ويقول لك اكتب لي الكلمة المتعلقة بهذا التعريف فأنت لازم تكتبها بإملاء صحيح بدون مساعدة إسقاطات أو اختيارات أما تمرين رقم 3 يقول لي read the three newspaper articles اقرأ المقالات الثلاثة في الجريدة and answer the questions ثم يجب على الأسئلة قبل ما أبدأ بقراءة هذه القطعة هذه القطعة غير مطلوبة مجرد يريد أوضح لي فهذا أمر معي نسا رح نجي نوضحها كنشاط صفي كنشاط للقراءة غير مهم بالمتحان التحليل المتحان الشفوي مجرد كنشاط للقراءة بداخل الصف كتحضير يومي إثيوبيا's tree planting campaign حملت زراعة الأشجار في إثيوبيا Back to 2019 عودة إلى عام 2019 The people of إثيوبيا were involved in tree planting campaign الناس اللي عايشين بإثيوبيا كانوا مشاركين في حملة لغرس الأشجار أو لزراعة الأشجار in one single day في يوم واحد people around the country الناس حول البلد يعني الناس من كل البلد planted over 353 million trees الناس حول البلد بيوم واحد زرعوا 353 مليون شجرة even more impressively والأكثر إدهاشا من هذا The country said قالت الدولة أو قال البلد It planted around 4 billion trees between the months of May and October الموضوع الأكثر أهمية أنه الدولة صرحت أنه تم زراعة أكثر من أربعة مليار شجرة بين شهري May وأكتوبر May اللي هو شهر الخامس وأكتوبر اللي هو شهر العاشر يعني بخلال خمس أشهر زرعوا أربعة مليار شجرة بين هذه الخمس أشهر One crazy man brings desert island back to life رجل مجنون يعيد جزيرة صحراوية إلى الحياة An Indian man called Jadib رجل هندي يدعى Jadib has spent over 40 years قضى أكثر من أربعين سنة planting hundreds of thousands of trees يزرع مئات الآلاف من الأشجار on dry desert island في جزيرة صحراوية جافة near his home بالقرب من بيته In the beginning في البداية The other villagers said he was crazy بالبداية ذول المزارعين الآخرين قالوا عنا crazy مجنون But now لكن الآن The island is no longer a desert الجزيرة لم تعد صحراوية كما في السابق It is a forest إنها غابة full of trees مليئة بالأشجار بشز العشاب plants النباتات birds الطيور elephants الفيرة وحتى النمور tree planting things to think about tree planting معناها غرس الأشجار أشياء للتفكير فيها It is important to plant the right tree in the right area من الضروري أن نغرس الشجرة المناسبة في المكان المناسب For example على سبيل مثال بعض الأشجار بعض الأشجار are very thirsty جدا عاطشة and need a lot of water وتحتاج لكثير من الماء If you live in a very dry area إذا كنت تعيش في القرب من جزيرة بالقرب من منطقة جافة Choose trees that needs less water اختر أشجار تحتاج إلى ماء أقل trees need other trees الأشجار تحتاج إلى أشجار أخرى trees work together والأشجار تعمل سوية and make the ground stronger وتجعل الأرض أقوى and hold more water وتحمل الكثير من الماء يعني كل ما زادت عدل الأشجار في المنطقة زادت نسبة المياه في هذه المنطقة لأن تساهم في ترطيب التربة One tree on its own won't live very long شجرة واحدة لوحدها لن تعيش طويلا You have to look after young trees عليك أن تأتني بالأشجار الصغار like all babies كما الأطفال young trees need water and care الأشجار الصغار تحتاج إلى العناية والماء بعد ما قرأنا القطعة أو المقطع النصي نقول لي جاو على هذه الأسئلة Why do you think Ethiopia need a tree planting campaign لماذا تعتقد باعتقادك أنت ليش هذه أثيوبيا حتاجت إلى حملة زراعة الأشجار Could Iraq do something similar هل يستطيع العراق فعل شيء مشابه هناك جاوبة أقول لي To stop moving desert لكي نوقف الصحار المتحركة أو لكي نوقف التصحر ظاهرة التصحر Iraq needs campaign أن العراق يحتاج إلى حملات مثل هذه الحملة Because Iraq suffers from moving desert لأن العراق يعاني من ظاهرة التصحر What do you think crazy means ما الذي تعتقد أن كلمة crazy تاني احنا عرفنا أن كلمة crazy معناها مجنون Very clever جدا شاطر Not normal غير طبيعي Why did the villagers say Jadeev was crazy لماذا قالوا عن Jadeev هذول المزارعين قالوا عننا مجنون قلنا أنه قالوا عننا مجنون Because they didn't think it was possible to turn the island back into the jungle لأنهم باعتقادهم من المستحيل أن يعيدون الجزيرة هذه الصحراوية جافة إلى جنغل إلى غابة عبارة عن غابة Why are the trees like babies لماذا الأشجار تعتبر مثل الأطفال قلنا تعتبر مثل الأطفال لأنها تحتاج إلى عناية بالتالي اللي تحتاج إلى عناية وماء وعناية خاصة تعتبر مثل الأطفال Do you have favorite tree هل لديك شجرة خاصة اكتبها إن أنا تعتمد على رأي الطالب كذلك Yes I like palm trees على سبيل المثال أنا أحب النخيل هذا ما يخص الأسئلة المتعلقة بالقطعة مثل ما وضحنا أن هذه الأسئلة أسئلة كنشاط صفي كتحضير يوم غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أن درس مهم جدا بقطعة مهمة جدا بالامتحان التحريري قطعة مطلوبة بالإضافة إلى سؤال إسقاطات أو أم لا حليناه وتعرفنا على الكلمات وتعاريفها ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على سباة مجدد في الفيديو في الوسط ترجمة نانسي قنقر